على بواب الانتخابات الفرنسية بلشت تناقضات فجر أحزاب وتحالفات شمال ويمين كيف؟ بمعسكر اليمين طار حزب الجمهوريين الديجولي يطرد رئيسه أريك شيوتي بسبب إصداره وقرار التحالف مع التجمع الوطني اليمين المتطرف يعني مارين لبان مسك شيوتي بمنصبه الحزبة واعتبر قرار طارده غير موجود وقدم دعوة ضد المكتب السياسي لإستعادة الحزب وقراره بمعسكر اليمين المتطرف طارد رئيس حزب الاسترداد اليمين المتطرف إيريك زمور الوجه الأول للحزب ورئيسة لوائحه بالانتخابات الأوروبية ماريون ماريشال يلي اتهمت رئيسه أنه ما بدو يوحد لوائح اليمين المتطرف بالتحالف مع لبان أما زمور فاتهم ماريشال أنه عم ترجع على الإخطاع العائلة باعتباره من سليلة لبان إيريك زمور a décidé malgré notre opposition de présenter le maximum de candidats contre cette coalition des droites dans toute la France وفي 48 heures elle trahit ces gens je dis moi que c'est le record du monde de la trahison بتحالف الجبهة الشعبية بعد ما أررت مختلف أحزاب اليسار والخدر خوض الانتخابات بأسماء موحدة خادت هالأحزاب جولت مفاوضات متفجرة لخميس وعنوان الاختلاف هو رافيال جلوكسمن زعيم تيار مكان عام اللاسيق بالحزب الاشتراكي رافت جلوكسمن الاندمام للجبهة إلا بشوت أشبه بألغام زراعة من بين صياغة موقف واضح دل معادات السامية وإدانة أعمال حركة حماس رغم الإبادة بغزة أمام هذا المشهد يجرب الرئيس الفرنسي Emmanuel Macron حزبه لعب على التناؤدات على عكس سمنيات ماكرون لأرجح أن التناؤدات الحزبية الفرنسية مرح تفيد حزب الرئيس بقدر ما رح تعزز موقع مارين لبان وحزب اليمين المضطرف ترجمة نانسي قنقر